النهاردة بنحتفل بمرور عام تحديداً من على حدث يمكن كانت أنظار العالم كله بتتجه لي وهو الحدث الخاص بموكب المميوات الملكية 22 ملك يعني من ملوك مصر بعد ما مكسوا أو فضلوا في المتحف المصري في وسط البلد لأكتر من 100 سنة راحوا لمستقرهم أو راحوا لمكانهم الجديد وهو متحف الحضارات في احتفالية زي ما قلنا كان العالم كله بيتكلم عليها وبعد مرور عام لسه الحكاية ما خلصتش لسه في قاعة جديدة هيتم افتتاحها خلال أيام هيكلمنا أكتر عن تفاصيل هذه القاعة وعن التفاصيل الخاصة بمتحف الحضارة الجديد اللي بتعمل فيه الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية صباح الخير يا دكتور صباح نورة لن يجب أن يعني زيارة هامة شاهدها المتحف القومي للحضارة عاوزين حاك تكلمنا عن حصاد العام أولا للمتحف من خلال الزيارات الهمة اللي شافها المتحف على مدار عام تحديدا الحقيقة احنا بنحتفل زي ما حاجة تفضلت يوم 3 إبريل برور سنة في هذه السنة جلنا حوالي أكتر من 800 ألف زائر جلنا شخصيات مهمة ملوك ورؤساء ووزارات وحكومات جات لنا من جميع أنحاء العالم جلنا كل أطياف الشعب المصري بفئاته الاجتماعية المختلفة والعمرية المختلفة والجغرافية المختلفة أقمنا مجموعة من الأنشطة الثقافية على مدار العام ومجموعة من ورش العمل الخاصة بالحرف التقليدية وأيضا أطلقنا أول موبايل أبليكيشن أو تطبيق في الهواتف على المتحف على التطبيق في مصر وكلها في المتاحة أننا نعمل هذا بالشيء فالحمد لله الخصاد كان جيد لاحظة يا دكتور عاوز أعرف إيه الجديد اللي بيقدمه التطبيق الخاص بالموبايل الأبليكيشن ده بيضيف إيه؟ هل حجوزات؟ هل في محاكاة للوحف تقدر تعرف كثير عن الخدمات اللي موجودة أو بعض الآثار المهمة اللي موجودة بدون الرجوع إلى حد بيستخدم زي مرشد داخلي لكيف إيه اللي موجود هناك وإيه اللي موجود هنا وبعض المعلومات الهمة عن بعض الآثار وبعض الأشياء الهمة اللي موجودة في المعارض القاعات والتميز اللي بيحصل خصوصا افتتاح قاعة جديدة ده ممكن نقول إن إحنا كان عندنا عدد من القاعات تسعة وعشر قاعات بترمز بقى للشكل القديم والشكل الجديد ما بين هرم الزجاجي اللي بنتكلم فيه عن الجديد بتاع الجمهورية الجديدة وما بين عدينا بقى على الحرف اليدوية وعدينا على كتير من المراحل اللي مرت به الإنسان المصري القديم الجديد بقى القاعة الجديدة بتتكلم عن إيه؟ قاعة جديدة بتتكلم عن النسيج المصري على مر العصور المختلفة وده اللي إن شاء الله هنفتتحها قريبا بإذن الله بنشوف النسيج وصناعة الملابس والنسيج في مختلف العصور وتقدمها وكيف نشأت وكيف تطورت على مدار العصور المختلفة أكيد طيب طيب دكتور عاوزيني نعرف ماء من حضرتك برضو إيه أهم القطع الأثرية اللي بيحرص كل يعني مرتادي وكل الزائرين لهذا المتحف اللي هم يقفوا ويعرفوا تفاصيل أكتر عن هذه القطعة لو يمكن زي ما بيقولوا كده هي قطعة باعة نفسها يعني الناس بتيجي علشان سمعيتها واللي عرفاية ما فيش قطعة بعينها لكن على حسب اهتمامات كل الزائر يعني من القطع هي مجموعة من القطع بتشد الانتباه زي الهيكل العظمي الإنسان عمره 35 ألف سنة يعتبر من أهدم الهيكل العظمية في العالم فيه تمثال إخناتون فيه أقدم طرف تعويدي لأحد الأميرات في التاريخ تضيين فقط بصباع عارق لها ده في القاعة الرئيسية ده فيه الألات الموسيقية القديمة فيه ألات الميكوب بتاعت الستات فالأمر بيختلف على حاجة الاهتمام كل حد فيه ناس عندها شغل تعرف بعض الأشياء عن القاهر العظمي الحديد في ضغط الكعبة في الأسار القطية فالأمر المتوقف على حسب اهتمام كل زائر كل شكر لحضرتك الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة شكرا جزيلا لحضرتك شاهدنا دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم فقراتنا في صباح الخير نصبح لحظاتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا اليوم امصلقت ركلة البداية دندن يا صلاح موّل يا صلاح ونبدأ معاكم جولتنا الرياضية من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اللي أعلن نفيه لكل اللي تردد عن وجود طلبات للموافقة على تجديد عقده مع التحاد الكرة واللي انتهى بنهاية تصفيات كأس العالم 2022 وكتب كيروش على حسابه في تويتر وقال ان بعد الاخبار والتعليقات الاخيرة انا بنكر بشكل قاطع طلبي لأي حاجة بتخص الجهاز الفني او اي مواضيع تانية خاصة بالمنتخب المصري مفيش اي محادثات اتفاقت عليها مع التحاد الكرة لحد ما يتم الفصل في مصير مباراة مصر وسنغال وقال كمان استغربت من الاخبار الكاذبة اللي بتستغل اسمي لنشر السم بيني وبين جماهير المنتخب المصري قرعة دوري ابطال افريقيا اللي اتعاملت في مقر تحاد الافريقي كاف اصفرت عن وقوع فريق النادي الاهلي في مواجهة قوية قدام فريق الرجاء المغربي وده ضمن منافسات ربع نهائي البطولة في نسخة 2021-2022 كمان اصفرت قرعة كأس الكون فدرالية عن وقوع المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة السندي وايضا قرعة الكون فدرالية اصفرت عن وقوع بيرامدس في مواجهة مع مازين بالكون غولي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة ومن ناحية تانية استقر البرتغالي فرييرا المدير الفني للزمالك على اتباعات احمد سيد زيزو والسيف الدين الجزيري واحمد فتوح ومحمد اوناجم من قيمة الفريق لمواجهة بيرامدس ويحضر الجهاز الفني للزمالك لعيمة خط النص من المعراكة لا تشهدها مواجهة تاب بيرامدس خصوصا ان الفريق بيضم مجموعة من اللاعبة المميزة على رأسهم وليد الكارتي وبرهيم توري والامر اللي هيصعب مهمة الدفاع والهجوء في الزمالك رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش اختارت نوران جوهر لعبة وادي ديجلا والمصنفة الاولى على العالم للسيدات كافضل لعبة في شهر مارس اللي فات وده بعد ما حصدت لقب بلاك فول واتصدرت كمان التصنيف العالمي مع بداية شهر ابريد نادي منشستر سيتي حقق فوز صعب على أتليتكو مادريد بنتيجة واحد صفر في المباراة التي تلعبت انبارح على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وجه هدف المباراة الوحيد في دقيقة السبعين من عمر اللقاء عن طريق النجم البلجيكي كافان تي بروين أما فريق ليفربول الإنجليزي في فاز كمان على فريق بنفاكة بورتغالي بنتيجة 3-1 في المواجهة التي تلعبت انبارح على ملعب نور وكانت ضمن منافسات دور الذهاب لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهتقام مباراة إياب بنفاكة وليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأربع 13 إبريل الجاري وبكده خلصت جولتنا الرياضية نرجع مرة تانية لأحمد ومنا لكي نكمل معكم فقرة صباحية شكرا لك يا دي